المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تحتفي بتخرج دفعة جديدة مكونة من 69 مفتشا ومراقبا من قطاع الشغل و50 مفتشا ومراقبا من قطاع الجمارك تلقوا دروسا نظرية وتدريبات على مدى سنتين اقتصادي واجتماعي فأراد له البقاء سيداتي سادتي يتمثل هذا الحق المحطة من تلك المحطات التي تعطينا فرصة لتثمين النهج الذي أصبح تسير عليه المدرسة الوطنية للصحافة والقضاء بعد أن تمت عادة هيكلتها وتوسيع مهامها في مجال التكوين والتدريس على جميع الدوائر الحكومية المركزية واللا مركزية وكما عرب عنه معالي الوزير الأول مهندس يحير الحدمين في خطابه أمام البرلمان قد أصبحت هذه المؤسسة أداة لا غناء عنها ويعول عليها في ترقية الوظيفة العمومية في بلادنا كما وكيفا سيداتي سادتي إننا لسعداء اليوم بتخرج هذا الفوج النموذي وتعتبر دفعة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المسابقة هي الأولى في البلاد حيث تم اكتتاب مئة وحدة مخصصة من هذه الشريحة للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحد الإعاقة ويعتبر بعض المعاقين أن هذه الشريحة تعاني في موريتانيا من الإقصاء والتهميش الذي لازمها كما الإعاقة مفتش ومراقب الشغل من الأشخاص الذوي الإعاقة لأول مرة يكونوا جزء من مئة حام شهادة التي تكتبهم الوظيفة العمومية بقرار من رئيس الجمهورية قرار خاص من رئيس الجمهورية وهذا الحدث لأول مرة في تاريخ موريتانيا ونحن نعتز به ونعتبره تكافؤ للفرص وقد يقضي شيء كبير من الغبن الذي شهدته هذه الشريحة من عاهد الاستقلال إلى الآن وستتمكن هذه الدفعة من الدخول في الوظيفة العمومية على أمل أن تلعب دورا في تنمية البلد من خلال عملها في القطاعات لدارية المختلفة ترجمة نانسي قنقر